ازايكم عاملين ايه؟ لكل الناس اللي بتدور على اطعمها عشان تخفض السكر في الدم تابعوا الفيديو معايه بس ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة يلا وينا بقى مع بعض نعرف اهم عشر اطعمة وتساعد في خفض نسبة السكر في الدم اول حاجة عندنا التوم والتوم طبعا لانه بيحتوي على مركبات بتساعد على تقليل نسبة السكر في الدم تام وده طبعا من خلال ان هي بتحافز على افراز نسبة الانسولين نيجي بقى للمكون التاني عندنا وهو البصل وده لانه وسيلة في طبيعية وفعالة عشان تتحكمه في مستوى السكر في الدم وكمان بيمنع من مقاومة الانسولين مش بس كده ده الدرسات اثبتت ان الكروم اللي موجود في البصل هو اللي بتحكم في مستوى السكر وكمان ممكن يحميكي من الاصابة بمرض السكر اما بقى تالت مكون وهي البوكوليات والبوكوليات ديت يا جماعة زي الفول والبسلة والحمس والعطل ودي لانها غنية بيقى الالياف الغذائية والعناصر اللي موجودة فيها هي اللي بتساعدنا ان احنا نحفظ على مستوى السكر في الدم رابع مكون عندنا وهو الترمس وهو طبعا غنب البروتين النباتي والالياف وده اللي بيحفظ على مستوى السكر في الدم وده طبعا من خلال انه بيقل الامتصال سكر الجولوكوز من الامعاء اما خمس مكون عندنا وهو الارف وهي بتحتوي على مواد في النولية بتكون مددلة للأكسل وبتجعل الخلايا الدهنية اكثر استجابة للانسولين وده بقى اللي بدوره اللي بينظم عملية تكسير السكر في الدم وان احنا نستهلكه جوه الخلايا وتحويله لطاقو سادس مكون وهو الزنجبيل طبعا الزنجبيل بيساعد على انه يقلل مستوى السكر في الدم بالتالي انه بينظم الاستجابة الانسولين لمرضى السكر سابع حاجة وهي بزر الكتان وطبعا هي غنية بالالياف والدهون الصحية ودي بتعمل على تقليل مستوى السكر في الدم اما حاجة ان احنا ما نفردش في الاستخدام منها اما ثامن حاجة وهو زيت الزتون وطبعا هو غني عن التعريف لانه هو بيحتوي على احمد الولد وده بيساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم مش بس كده ده هو غني بمودادات الاكسادة اللي بتعمل على تقليل مستوى الدهون السلسية وخفض مستوى الجلوكوز بس يفضل نحنا نخده بارد ده ان احنا نضيفه على السلطات نيجي بقى لتاسع نقطة وهي الاسماك الدهنية طبعا الاسماك غنية بالبروتين وده بيساعد في تنظيم مستوى السكر وبالتالي بيخفض من مستوىه لانه بيحتوي على اوميجا سري وطبعا اوميجا سري بتعمل على تقليل مستوى الالتعابات في الاواعي الدموية وده طبعا زي سمك الماكرل والتونة والسلمون نشر مكونة عندنا وهي الفواكه الحمدية طبعا هي غنية بالالياف بالاضافة ان هي بتحتوي على مركبات البوليفينول وده لها خصائص قوية قوي مضادة لمرض السكر كمان هي بتحسن من حساسية الانسولين لمرض السكري زي البرتقان والجريفروت بتنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو اشوفكم الحلقة الجايية